السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندي اسئلة كيميا لصف الثالث متوسط عندي اسئلة الشهر الثاني راح نحلها وياكم السؤال الاول املأ الفراغات الاتية اولا يتفاعل الصوديوم مع الحوامض المخففة مكونة ملح الحامض ومحررا غاز الهايدروجين اثنين التميؤ هي ظاهرة امتصاص الرطوبة من الجو ثلاثة يستخلص فلز الكاليسيوم بالتحليل الكهربائي لمنصهر لمنصهر نقول كلوريد وفلوريد الكاليسيوم اربع التسخين الشديد لهايدروكسيد الالومنيوم يعطي مظهرا براقا والوانا جميلة خمسة سبيكة برونز الالومنيوم تتكون من نسبة قليلة من الالومنيوم سؤال الثاني ألف عرف ما يأتي أولا عملية اطفاء أولا عملية اطفاء الجير أقول لها عملية اطفاء الجير وهي العملية التي تعرف التي تعرف بإطفاء الجير تؤدي إلى الحصول على هايدروكسيد الكاليسيوم والذي يعرف أحيانا بالجير المطفئ ويدعى محلول هايدروكسيد الكاليسيوم الصافي بماء الكلس الصافي زي عدنا شنو بعد عدنا الكريولايت أقول له وهو من صهر ALF3 NAF3 أو تكتب بصيغته NA2 بدرجة حرارة ألف درجة سليزية وباستعمال أقطاب كاربونية يعني هي اللي طريقة تعمل على تحليل الكهربائي للألمينية ALF3 النقية في حماء في منصهر الكريولايت زي شنو بعد عدنا قلناها الشاب الشاب هو ملح مزدوج وهو يتركب من وهو يتركب من مزج مقدارين متكافئين من محلولين كبريتات الألمنيوم وكبريتات البوتاسيوم المائيين وماء التبلور بنسبة كتلية ثابتة هسا الباق ما هي استعمالات الصوديوم استعمالات الصوديوم طبعا موجودة استعمالات الصوديوم يا صبحة خلنشوف الكتاب استعمالات الصوديوم صبحة 46 ثلاث نقاط زي السؤال الثالث علل ما يأتي أولا يحفظ الصوديوم أولا يحفظ الصوديوم NA في النفط لماذا يحفظ الصوديوم NA في النفط شا قل له يحفظ الصوديوم ليش NA في النفط أقول له لأنه شون نقول له لماذا يحفظ لكونه يشتعل عند تعرضه للهواء لكونه يشتعل عند تعرضه للهواء عند أمرار غاز CO2 على هيدروكسيد الكاليسيوم نلاحظ تعكر المحلول ليش نلاحظ تعكر المحلول بسبب تكون كاربونات الكاليسيوم ثلاثة يذاب الأليمنيوم الأليمينية AL203 يعني في منصهر الكريولايت لماذا يذاب لماذا يذاب 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 أقول له بسبب لحظة لماذا يذاب لدرجة انصهار عالية ويذاب في منصهر الكريولايت أي نقول له لأنه لدرجة انصهار عالية الذي له درجة انصهار عالية لهذا يذاب في منصهر الكريولايت سؤال الثالث كيف يتم الكشف عن أيون الأليمنيوم الكشف عن أيون الأليمنيوم هذا الكشف عن أيون الألمنيوم بالفصل الثالث موجود صفحة 63 أي كشف أقرؤ سؤال الرابع ما المقصود بالسلوك الأنفوتيري للألمنيوم ولماذا لا يستمر تفاعل الألمنيوم مع كل من حامض النيتريك المخفف والمركز أقول للسلوك الأنفوتيري تعريفه وهو السلوك الذي السلوك الأنفوتيري أقول له وهو تفاعل العنصر مع الحوامض والقواعد مكونا أملاحا لعنصر ومحررا غاز الهايدروجين في كلتا الحالتين مثل الألمنيوم يقول لك ليش ما يستمر تفاعله بسبب تكون الألمينات الصوديوم الذائبة ويذوب الذائبة بس لحد هذا ماي الخواص الفيزيائية للصوديوم الخواص الفيزيائية للصوديوم طبعا هذا الخواص الفيزيائية موجود بداية الفصل الخواص الفيزيائية صفحة 45 نقول في الزليين له أبريق فضي إذا قطع حديثا كثافة أقل من كثافة الماء وينصهر درجة 97 و 81 درجة سيليزية ويغلي منصهر الصوديوم بدرجة 882 و 9 درجة سيليزية ترجمة نانسي قنقر